منذ ان اندلعت الحرب والنازحون في اليمن يدفعون فاتورة قاسية على امتداد الخالطة اليمنية يتوجد في هذا المخيم المعروف بمخيم روض الذنى ما يزيد عن 2600 اسرة 600 اسرة نزحت في بداية الحرب بينما نزحت مع التصعيد الاخير للميليشيات الحوثية على حدود مائرب 1400 اسرة بحسب السلطة المحلية ليتحول هذا المخيم الى كارثة حقيقية في ظل تقصير المنظمات الانسانية وانعدام شبه كامل لمقاومات الحياة نزوح اول شي نزحنا من صرواح من مدينة صرواح اول نزوح كان الى مخيم الصوابين في ذنه وبعد اقتربت الحرب مننا وكانت القذائف توقع فوق الاطفاء وفوق النساء فانضرنا ان احنا نزوح الثاني ان نزح الى هذه منطقة الروضة والان على ما تشوف احنا كيف هذه الشبكات عادي ما بلا والله لا عارة لا اخذنا عارة من الناس كل هنا ولو الشبكات عارة وعادة ما وجدنا بعض الطلابين لنطلحها فوق الشبكات تتضعف المأساة هنا وتنقلب الى جحيم لا يطاق بدءا بالايواء الذي يشكل هاجسا كبيرا لدى هؤلاء سيما وان كل خيمة صارت مأوى لأسرتين او ثلاث وانتهاءا بغياب الحد الادنى من الخدمات الصحية والمعونات الغذائية وغيرها من الحاجات الملحة والعاجلة اولا كل الخدمات في منطقة الروضة التي هي منطقة النازحين مدير يصر واحد كلها مدنية على مستوى الماء وعلى مستوى المآوي ما جابوا اشياء كافية للمآوي صاروا اقرب الى الموت منهم الى الحياة وبات كل منهم يخوض معركة يومية مع الجوع والعناء والتشرد البعض هنا يتحدث عن نزوحات متعددة يخوضها الانسان اليمني من مخيم الى اخر جراء المعارك التي طالت عددا من مخيمات النزوح احنا نازحنا من مكان الى مكان لما وصلنا هنا وحلنا هنا قررنا مجرنا نازحنا هناك من كل مكان والحمد لله هو سبرها الله من عنده تكتمل خطوط المعاناة في بلد صار الفرار من الموت قدر الى الموت في عالم لا يكترث لحياة هؤلاء الا لماما او من وراء حجاب اشرف الهامل يمن شباب مأرب